بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في المحاضرة العشرة من كورس البي ام اس النهاردة نتكلم عن مكون مهم جدا وليه دور خطير جدا في انظمة التكييف هلا وهو البي اي في او بيسموه فاريابل فاريابل اير فوليوم فاريابل يعني متغير اير يعني هوا فوليوم يعني حجم الهواء المتغير ده نظام من انظمة التكييف معتمد بشكل اساسي على التغيير في حجم الهواء تمام فاريابل اير فوليومي بقى انا معتمد بشكل اساسي على تغيير حجم الهواء بناء على درجة الحرارة والفهم المنظومة دي مهم جدا لان النوع ده منتشر في المباني الحديثة بدرجة كبيرة لان ده بيمكنني من ان انا اتحكم في كل فراغ او في كل غرفة او في كل لزون تمام مخدومة بالاهو بطريقة منفصلة يعني ايه الكلام ده انا والله عندي نظام التكييف المركزي وحدة الهو دخلي عندي دخل على الير هاندلينج يونيت طبعا الير هاندلينج يونيت بتاخد هنا ده الريتيرن بيطلع عندي الهواء بيطلع عندي الهواء هنا بيمشي في السابلاي تمام وباجي المفروض اروح مدخل على زون واحد وزون اثنين طيب ازاي انا اعمل كنترول بحيث اخلي زون واحد ما تبقاش مرتبطة بزون اثنين بركب هنا في اي في يبقى هنا الوحدة دي اهي هي الوحدة بتاعتنا اللي هي ال في اي في واحد مثلا او في اي في اثنين بركب في اي في الاولانية واخد منها دكت وروح رايح على الزون رقم واحد يبقى المفروض دي في اي في واحد هي بتغذي الزون رقم واحد بيبقى معاها تيرمستات تيرمستات لتحكم في درجة حرارة الزون فقط يبقى الميزة ان انا قدر اتحكم تمام في درجة حرارة الزون بتاعتي فقط طيب انا بعد كده روح واخد من الدكت الرئيسي دكت كده روح داخل على في اي في وروح داخل على زون اثنين ومعاها تيرمستات للتحكم في درجة حرارة الزون رقم اثنين فقط يبقى مهم جدا ابقى عارف شكل التوزيع وفين بيتحط تمام الجزء اللي احنا بنسميه في اي في بيتحط عشان ابدأ اتحكم في زون تمام بدرجة حرارتها الوحدة منعزلة عن باقي الزون يبقى انا هاجي على الجزء ده زون واحد الجزء ده زون اثنين يبقى انا قسمت المبنى الزونات طيب الزون ده هيجي ياخد الدكتات بتاعته اهو جاية من في اي في واحد طيب الفي اي في واحد راكب على الدكت الرئيسي اللي جاي من ال اير هندلينج يونت داخل هنا وهو يوزع على دي بعدين الدكت الرئيسي برضو يدخل على في اي في اي اثنين ويوزع على زون اثنين يبقى الهدف من ال في اي في هو التحكم في درجات الحرارة او في التكييف بصفة عامة لزون تمام بعينها يبقى انا بركب في اي في بوكس تمام بعد ما يعدي الهوى ويتعالج على ال اير هندلينج يونت الرئيسية عشان اتحكم في درجة الحرارة تمام الخاصة بالزون طيب ده بيحصل ازاي والله انا لو انا عندي درجة الحرارة وروح تزابط الترمستات تمام على درجة معينة بشوف الدرجة دي بنسميها الست بوينت خمسة وتلاتين درجة مثلا وكان درجة الحرارة الخارجية اربعيني بقى فرق درجات الحرارة تمام خمسة وتاربعين نقص خمسة وتلاتين يديني خمس درجات يبدأ هو يدخل كمية او حجم الهوى المناسب عشان يقلل تمام درجة الحرارة بهذا الوضع طيب الشكل العام للفي اي في هو عبارة عن الجزء ده اللي بيدخل عندي منه الهوى لقياس دفق الهوى بركب فلو سنسور اللي هو الجزء ده اخوانا بردان الشكل ده هو نفسه ده الجزء ده بركب فلو سنسور بيدخل هنا عندي في الجنب بيدخل على بلت ان روتاري اكشويتور ده التحكم في الدمبر يبقى انا هنا الجزء هنا ده هو ده ده الاكشويتور اللي انا قدر اتحكم فيه في الدمبر وهنا الدمبر نفسه لو انت شايف الدائرة دي هو ده الدمبر التحكم في كمية الهوى الداخل من خلال البوترفلاي روتاري دمبر وبيركب معا ريهيتر عشان اسخن الهوى لو انا محتاج اسخن الهوى تمام وهنا بيركب الدكت تمام اللي هيركب عليه هنا الديفيوزر وهيروح يدخل الهوى للغرفة بتاعتنا يبقى مهم جدا مهم جدا انا بقى اعارف فين الدخل والخارج والجزء اللي انا بقى اعمله ده ايه فايدته مهم جدا اهو الجزء اللي هنا ده يا اخوانا الجزء اللي هنا ده ده الدخل بتاع الفي اي في بحط طبعا دي بي اس او بحط عليها تمام قياس السرعة من خلال خراطين صغيرة بنفس فكرة دي بي اس هنا عشان اقدر اعرف ال erfolgreich و ده هنا بقى الدمبر نفسه بقدر افتاحه وقفله زي ما اكاتب لك هنا من خلال بترك ده دا د دا 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 دائري اللي هو ده وهو اجراح هذا اهو بيمسك الجزء بتاعت الدمبر ده يقفل ويفتع؟ من خلال كنترولر او الأكشوي تو يبقى ده الدمبر ده الدمبر وده الكونientrasان script بتاع اللي هو الجزء ده هنا. تمام? هنا بقى بيبقى فيه جزء الكنترول اللي احنا بنستخدمه في عملية الربط مع الكنترولرز التانية اللي هو بيسموه كنترولر بوكس كنترولر بوكس. طيب ازاي بيتم توصيل ازاي بيتم توصيل ال في نظام لو احنا شفنا ده بيستخدم زي ما قلنا مع رس ربعمية خمسة وتمانين ربعمية خمسة وتمانين كومنيكيشن كابل. الفكرة بتبقى ماشية ازاي? انا عندي كل الناس بتوصل على الداتا سويتش. بعد كده اروح داخل بالباك نيت برتوكول داخل بكابل كات سيكس. تمام? وادي داخل هنا على مين? على الراوتر. يبقى انت عندك سويتش وادي هنا عندي الراوتر واخد من الراوتر بار اس ربعمية خمسة وتمانين باك نيت. تمام? راح داخل على واطلع منها وروح داخل على ومكن اطلع منها وروح داخل على هو جواد زي الخاصة بيه مكناة روح داخل على اللي بعده داخل على اللي بعده. تمام ده كله من خلال آآ 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 رأس ربعمية خمسة وتمانين. بدخل فين يا اخواني بدخل فين لو انتم مركزين هنا بدخل على الجزء بتاع الكنترولر ده. تمام? ده يعتبر خاصة بال في اي في. يبقى انا باخد من في اي في الاخيرة للي بعدها التانية للتالتة للربعة للخمسة اروح رايح للراوتر الرايح لمين? رايح ليه السويتش الرئيسي. ممكن تلاقي الكنترولرز متوصلة بكذا اسلوب. يعني ممكن الناس تجيب سويتش وبعد كذا كابلات كات سيكس وتدخل على الراوتر الاولاني. الراوتر توصل عليه في اي في بس. يعني انت لو وصلت هنا هتلاحظ في اي في واحد مدي في اي في تنين لحد حتى خمسين في اي في مع مراعاة المسافات طبعا. وايه التوصلها. ممكن بقى كده يفصل الفي اي في في مصار لوحده. على راوتر لوحده. يروح جايب الفان كويل يونت يخليها في مصار لوحده. على راوتر لوحده. ويوصل راوتر تاني على اللوحات بتاعتنا المختلفة. ممكن طبعا انت عارف بتروح بقى للفيلد ديفايس او اجهزة الفيلد. الطريقة التانية انه هو ممكن مش يوصل كل واحد. يعني هنا موصل لو انت اخد بالك هنا كده موصل في اي في على راوتر لوحده. وموصل الفان كويل يونت على راوتر لوحده وموصل الدي دي سي هات على راوتر لوحده. لا هنا ممكن يجيب راوتر يوصل عليه في اي في وبعدين يوصل عليه فان كويل اليونت وبوصل عليه دي دي سي حسب حسب الشغل بتاع التوصيل. طبعا انا بشكر جدا المونس محمد على الملف الرائع ده. ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية خاصة بالبي ام اس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته